طالبت إدارة مخيم عامرية الفلوجة لإواء النازحين بالاهتمام بالعوائل النازحة في المخيم مؤكدة أن النازحين لم يتسلموا أي حصة شتوية من الوقود والمفروشات أو استبدالاً للخيام المسهلكة أيضاً ذكر نازحون في مخيمات عامرية الفلوجة إنهم لم يتلقوا حصتهم من النفط الأبيض منذ شهرين على الرغم من انخفاض درجات الحرارة مؤكدين أن انقطاع الطيار الكهربائي المتكرر يعد مشكلة أخرى تضاف إلى قلة المساعدات الإغاثية يضم المخيم قلنا 4000 عائلة نطلب من الجهات الرسمية من وزارة الإجراء المهجرين أننا مقبلين حالياً على موجة من البرد وحالي الخيم مستهلكة كتلنا البرد أطفالنا بردانة أطفالنا تطلع بدون تدفي أو بدون ريوق الصبح للمدارس يعني شو نحن نسويه ليش الضغط هذا علينا بكهرباء والله النفط حجي كل شهرين كل شهر ونصف تفطنون علينا فطنا يجيبونا 20 لتر نحن المفروض كل سبوع 20 لتر جاعد كل شهر ونصف كل شهرين يجيبونا 20 لتر زين 20 لتر وين توجهها؟ توجهها على الطبخ التي توجهها على الصوبة التي توجه وتدري أسها برد وأطفالنا تمرضوا ترجمة نانسي قنقر